معلومات هتعرفها لأول مرة عن رجل الأعمال علاء الخواجة واحد من أغنياء الوطن العربي والفلوس بتجري في إيده زي الرز جمع بين شريهان وإسعد يونس هو الرجل الوحيد اللي قدر يخلي ضرتين يبقوا أصحاب إسعد يونس لما تكلمت عن علاء الخواجة قالت العيلة كلها بتعبود عبادة ورغم أنه رجل أعمال مشهور لكنه ما بيظهرش كتير ودايما بعيد عن الأضواء علاء الخواجة هو رجل أعمال أردني وبينتمي لعائلة سرية وبتربطه علاقة صداقة قوية مع أمراء وشخصيات كبيرة في أوروبا والوطن العربي سافر لبنان والقاهرة وأنشأ عدد من الاستثمارات والمشاريع اتجوز الفنانة إسعد يونس في منتصف التمانينات وده بعد علاقة حب جمعتهم كبيرة وأنجب من الزيجة دي عمر ونرهان ورغم قصة الحب اللي جمعت علاء الخواجة وإسعاد يونس لكنه تجوز عليها والمفاجأة أنه تجوز وحدة من أعز أصدقائها في يوم من الأيام شريهان كانت بتعيني من أزمة نفسية ولجأت لصديقتها إسعاد يونس علشان تقف جنبها في أزمتها والتطور الموضوع لقصة حب جمعت شريهان وعلاء الخواجة زوج إسعاد يونس لكن زواجهم فضل في السر لفترة من الزمن حفاظا على مشاعر إسعاد يونس وبعد ما خلفوا بنتهم الأولى أعلنوا خبر الزواج وقتها إسعاد يونس عرفت بالخبر من الصحف واتهمت شريهان بأنها خطافت رجالة وهم الاتنين فضل بينهم خلافات ومشاكل وكل شوية كانوا بيتخنقوا مع بعض لدرجة أن إسعاد خرجت وقالت أنها الزوجة الأولى والوحيدة لعلاء الخواجة أما شريهان فخرجت وأكدت أنها زوجة تانية وكمان لها حقوق زي إسعاد بالزبط المشاكل فضلت بينهم هما الاتنين لحد ما شريهان جالها سلطان وقتها إسعاد يونس اتغيرت تماما من ناحية شريهان وما بقتش تتعامل معاها على أنها ضرة زي الأول بدأت تتعاطف معاها وارتبطت بيها أكتر من الأول وهي اللي تحملتها في فترة مرضها كأنها أختها بالزبط وكانت بتدعيلها بالشفة من المرض العين وبعدها شريهان لما خفت قالت أن إسعاد هي أكتر واحدة وقفت جنبها في مرضها إسعاد يونس تمت كلمت عن حياتها مع زوجها علاء الخواجة وضرتها شريهان قالت أنهم عايشين مع بعض في سعادة وأنهم أسرة وحدة ولما تكلمت عن علاء قالت أنه أنبل شخص وأنه زوج وأب مثالي وقالت أن العيلة كلها بتعبد عبادة وتكلمت كمان عن علاقتها بالشريهان وقالت أنها بتحب الشريهان زي أختها بالزبط وقالت أن كل المشاعر السلبية اللي كانت ما بينهم انتهت تماما بمجرد ميلاد بنت الشريهان الكبيرة لقلقة وقالت أنهم عايشين حياة سعيدة وقالت شريهان أم ولادي وأنا أم ولادها ولازم كلنا نحب بعض ورغم نفضها لفكرة تعدد الزوجات لكنها عايشت مع ضرة وحبتها زي أختها علشان يبقى علاء الخواجة هو الرجل الوحيد اللي خلق ضرتين يبقى أصحاب إرأيكم في قصة رجل الأعمال علاء الخواجة مع إسعاد يونس والشريهان وهل كنتم تعرفوا إنه مجاوز اتنين؟ شاركونا برأيكم في الكومنز